ترجمة نانسي قنقر تولي المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة وقد سارت الكويت في عهده من نهضة إلى نهضة ومن تقدم إلى تقدم حتى أصبحت في طليعة البلدان المواكبة للتطور وتمتلك ثقلا ودورا محوريا واستطاع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من خلال خبرته السياسية وبعد أفقه الدبلوماسي ونظرته الاقتصادية أن ينقل الكويت نقلة نوعية سياسيا واقتصاديا لعل من أبرز المجالات التي للكويت فيها بصمة واضحة وحققت فيها تقدما ملحوظا هو المجال الاقتصادي الذي يأتي على رأس أولويات صاحب السمو أمير الكويت في محاولة لإيجاد مصادر أخرى طويلة الأمد للدخل بجانب النفط إذ يعتبر دعم وتطوير القطاعات الاقتصادية الوطنية المنتجة من أولويات العمل الحكومي في الكويت للوصول إلى اقتصاد معاصر يرتكز على التنوع والاستدامة وذلك ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الهيكلي التي رسمت الحكومة ملامحها في ركيزة الاقتصاد المتنوع المستدام وفق رؤية الكويت الجديدة 2035 كما يعتبر توفير الرعاية السكنية للمواطن الكويتي من صميم رؤية الكويت الجديدة 2035 من خلال إنشاء وتوزيع آلاف البيوت والقسائم والشقق السكنية في مختلف مناطق البلاد لهذا الغرض رصدت الدولة مليارات الدولارات من أجل توفير متطلبات الأسرة الكويتية من الرعاية السكنية وجعلت هذا الهدف أولوية حكومية بارزة ولا ننسى من ضمن أولويات صاحب السمو أمير الكويت النهضة بالتعليم الذي أولى بها اهتماما كبيرا وذلك إيمانا منه بأنه الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة وبناء القدرات البشرية التي تعتبر من أهم عناصر التنمية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر